مهم نتعرف على رأي كابتن أحمد سامي المدير الفني لسموحة وردت فعله بعد المباراة رجل يعني تلت عادلات وبعد كده هزيمة كمان رغم أنه بيقدم شيء جيد على أرض الملعب لكن النتائج مش مساعدها بشكل جديد فخلينا نسمع ماذا قال كابتن أحمد سامي في لقاءه مع زميلنا العزيز وسامة عقدة من ملعب الجيش بورج العرب ونرجع نكمل كلام مرة تانية من جد التحية من استعادة الجيش المصري بورج العرب وعقب هزيمة نادي سموحة بهدفين مقابل لشيء أمام النادي المصري سعدنا أن يكون معي الكابتن أحمد سامي المدير الفني اللي نسموحة كابتن أحمد براحة بيك عشان هردلك لقبت مباراة كبيرة رغم الخسارة النوع يعني الحمد لله أنا طبعا بتقابل فرق كبيرة المصري وعندوها مسكوات كبيرة وعلى مهر طبعا المدربين يعني احنا بنلاق بعض على طول بقنا فترة نقدم كرة حلوة يعني لكن هو في الآخر على المستوى الفني طبعا أنا ما استقلش الخسارة طبعا بشكل كبير جدا كرة ثبتة في الأول أساسها مش فاول عشان كده ده كان سبب اعتراضنا يعني وبعد كده كل الجيمة أنا متحكم فيه حتى نسب الاستحواز متحكم فيها طبعا الجون اللي اتلغى ده فرق فيه فرصتين شرط الأولاني لو دخلوا يعني على كل الرتم والاستحواز ومساعدات إلا نجيب جوان ودي بقنا فترة معانا يعني مش الماتش ده بس لكن النهاردة كان اللعيب قدت اللي عليها بشكل كبير نضي على الأداء لكن نتيجة طبعا مشكلة كبيرة يعني بتصادف لأن تلات ماتشاط اللي فاتوا كانت عادل لكن على المستوى النهاردة قدمنا ماتش كبير وما نستحقش الخسارة طبعا بشكل كبير يعني هل الكابتن أحمد سامي تفاجئ بلاعب الكابتن علي مهر نهاردة على المرتدات على العكس الماتشاط اللي فاتوا كلها كبير مهر كان بيلعب على الاستحواز إحنا اللي أكبرناه يلعب على المرتدات هو المصري معروف عليه من أول اللي بتاعه لا هو ما عملش حاجة عليه كده الكلام ده مش مظبوط هو عليه من الفرق اللي استحواز إحنا قدرنا ناخد منهم الكرة واستحوزنا وإحنا كنا حسن في كل الأوقات أغلبيةها يعني أغلبية الأوقات إلا المواقف اللي دخل فيه كرة السابتة والقرار فردي الجون التاني بعد التعادل ولو كان طبعا التعادل ده جي كانت الموضوع فرق كتير لكن هو لا إحنا أكبرنا المصري على كل حاجة هو ما كانش في إيده اللي يلعب على المرتدات على سرعات صلاح الشامي لكن هو في الآخر ما كانش قادر يجاري في الاتصوح قوت الدفاعية واللي يعني بتخسر الفريق بموت كتير خلال فردي يعني هو اللعبة بتأدي بشكل كويس بك قرات فردي موضوعات اللي جاية بقى كبتنا هو عندنا سماتشات كبيرة سيراميكا هو هو في الآخر أنا السلادي يعني يعني كان بالاتفاق مع الإدارة يعني 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 بنعيد تكوين عظم الفرق من الأولو جديد لأن كانت الجيل اللي فات إحنا بعد ما ممشينا كان موضوع بقى اختلف فأعنا بنكون فرقة جديدة هتيجي هتبقى كويسة إن شاء الله عندها لعبة كويسة وإن شاء الله تكمل بإذن الله يعني بنقدر نقول كبتنا أحمد سامي رغم الخسارة راضي عن الأدام أيوة بس ما هو في الآخر أنت محتاج تكسب أنا يعني أنا من المدربين اللي مش كده بس خالص ولما بتوصل حتة الطموح بتقل لأ ما بتبقى فيها مشكلة بالنسبة لي لكن هو اللي عيبة ما أدال عليها بتحاول على قد ما تقدر لكن كم المستوى الجماعي إحنا نجيبت ثلاث ماشرات للأخرانية ثلاث ماشرات للأخرانية من أمبي للبنك الأهلي للماتش بتاع فيوتشار كل ده أكسب وأنا مستريح هي في الآخر توفيق وعدم توفيق وقرارات فردية في الآخر برضو راقب المباراة القادمة هيكون فيه توقف ده ولي طبعا ده هيساعد الكابتنا أحمد سامي إنه هو عالج اللي هفوت ده لا يعني هو الصحية تحت القرار طبعا اللي لعبة مضغوطة الله يكون فيهونها يعني بلتمثل عزر برضو لكنه هو في الآخر هو بندور على المكسب على طول وده اللي يحسب الفرقة اللي أنا ما بلعبش اللعب اللي هو الكلاسيكي بنلعب بشكل كبير جدا في نص الملعب في المساحات نستغل التحركات من غير كوريا يعني بأدي مشكل كويس لكنه في الآخر نحن هنفضل نسعى وراء المكسب لغاية إن شاء الله لما نقدر نكسب ونستمر في موضوع المكسب شكرا إذن مشاهدين ومشاهدين ومشاهدين مزورس كل مكان دا كل قائم على الكابتن أحمد سامي المدير الفاني النادي اسموحها الآن من أستاذ الجيش المصري برور العرب للستوديو التحليلي والزميل العزيز أحمد خير شكرا